إن شاء الله يمكن الكابتن حسين لبيب يقول إنه حلالات إن شاء الله إذا أقول دليك النجاح هو الملف الهندسي هو الملف المهم بداخل نادي الزمالك خصوصاً فرع 6 أكتوبر الناس تسمع عنه بقالها 20-25 سنة مقر النادي يتسحب أكثر من مرة اتنقل لغاية ما وصلنا للمقر الحالي شايف إزاي فكرة مبنى أو فرع 6 أكتوبر وإزاي الزمالك يقدر يستفيد منه هو أنا بس ليه صفتين في المجلس أو مهمتين بالصفة المهنية أنا مهندس أصلاً إنشائي وعندي شركتي الخاصة واشتغلت فيه حولي المنشآت الرياضية ودي حاجة مهمة جداً أن أنت يبع عندك الخبرات الرياضية وإيه الاحتياجات الرياضية وتقدر تنفس بها منشآت الرياضية يعني أنا شاركت في بطولة الكاسة العالم دي في التصميم وفي الإشراف على التنفيذ بتاع الصلاة طلعت فيها الكاس العالم سواء في العاصمة الإدارية أو في برج العرب أو في 6 أكتوبر وخصوصاً بتاعت 6 أكتوبر ديت لأن أنا كنت باعتبرها حلم وابن من أبنائي يعني لأن حققت فيها خبرات كبيرة جداً أنا لما سفرت كتير وشفت المنشآت الرياضية برة عايز أقول لك إن الصلاة دي كنا مصممينها على أساس إنها هي فيها فندو يقدر يسوعب ثلاث فرق في نفس التوقيت فيها ثلاث ملاعب للتدريب فيها مقر للاتحاد المصري ومقر للأكاديمية الأفريقية ومقر سواء للوزارة أو للاتحاد الدولي وممكن فيها تقدر تعمل بنك وستور للملابس الرياضية وكافيهات وتقدر تعمل فيها إفنتات آت دور وإن دور أنا كنت بخطط أن أنت بناء على تعليمات الدولة أن يريد الناس تخرج من عباقة الدولة في الاعتماد على مدخلاتها فأنا كنت ماشي في الاتجاهة ده وكدنا أن نصل يعني بس اللي حصل حصل بقى ساعتها يعني فنادي الزمالك بقى بفرع 6 أكتوبر فيه غلطة كبيرة حصلت جدا في نادي الزمالك في الفرع الأساسي أن الأعداد بقت حاجة لا تتناسب تماما مع المساحة اللي موجودة وحتى التشتبات الموجودة أو التأسيمات مش متنفذة بأصول هندسية هي الهندسة بتعملت ليه والتخصص بتعمل ليه لازم اللي يقول لك المواصفات بتاعة حمامات السلاحة المواصفات بتاعة الأرضيات المواصفات بتاعة التأكيد الفائد كل الحاجات دي بيبقى ليها أصول هندسية يعني هي كدت الأسف بتعمل كده فالبنية التحتية في الفرع الأساسي الموجود لنادي الزمالك بقت متهلكة جدا فده كل ده حيبقى تابع الشق الهندسي بحيث أن إحنا الفرع بتاع 6 أكتوبر فيه تفكير معين يعني لأن إحنا ما عندناش فلوس إحنا عندنا ديول ما عندناش فلوس فلازم تخش كشراكة مع مستثمر عن طريق طريقة إنشاء أو طريقة سمار اسمها البي او تي إن هو إحنا معنا الأرض الملك وهو يخش يبني النادي وأنا تقاسم الدخل لحد ما يحصل على حقوق وبعد كده النادي طب ما أنا لو عندي الفكرة دي ليه أعمل فرع واحد طب ما أنا أقدر أعمل فرع في المدن الجديدة في العاصمة الإدارية أيا كان ونطلع بكذا فرع في نفس التوقيت أنا بوعد الناس إنشاء الله في خلال 18 شهر هنفتح جزء من النادي لأن النادي اللي هناك 3 أضعاف مساحة الجزء ده النادي اللي موجود حاليا فهنفتحه جزئيا عشان نشد شوية كسافة من اللي موجودة في النادي الحالي يقوم يريح ناس اللي موجودة في النادي وفي نفس الوقت برا لكده نحاول بنعمل أفجريد للفرع الحالي ده زائد بقى مشاكل تانية في مصيص بتاع مارسة مطروح لا يا عليك بمستوى نادي الزمالك هنحاول برضا نوسعه ونرفع كفاقته إن شاء الله مارسل نهر نفس الكلام فالملف الإنشائي في نادي الزمالك ملفه مهم جدا جدا مش هنقدر نعمل كل اللي أنا قلته ده قبل حاجة مهمة جدا استعادة الصورة القيمة التي طاليق باسم نادي الزمالك ثقة الراعي والمستثمر واللعيبة والأجانب لازم تستعيد السمعة الطيبة بتاعت نادي الزمالك ده وده أهم ملف عندنا كلنا بقى كلنا مشتركين فيه لدرجة إن فيه حد متخصص في الريبراندينج بتاع الاسم النادي وطبعا حيقوم بيه الأستاذ هاني شكري ومعه أحمد خالد من تحت السن حيبقوا مسؤولين على الموضوع ده وأنا متأكد إنهم هنجحوا فيه تماما موسيقى